موسيقى بالبداية حجم أو مقاس الكرت الشخصي الارتفاع خمسة ونص سنتيمتر والعرض تسعة سنتيمتر مثل ما تعلمنا في المحاورات السابقة حتى نعمل القياس المخصص اللي احنا نريده نروح على تخطيط الصفحة ومن ثم نختار الحجم ومن ثم أحجام الورق الأضافية وفيما يخص العرض راح يكون تسعة سنتيمتر والارتفاع راح يكون خمسة بوينت خمسة طبعا لازم ننتبه ان الهوامش لازم يكون واحد سنتيمتر الهوامش من الأعلى واحد سنتيمتر ومن الأسفل واحد سنتيمتر لان ما يتلائم القياس ثلاثة سنتيمتر هوامش والمقاس خمسة سنتيمتر النسبة كلش كبيرة فنخليها واحد سنتيمتر أو تلغوها صفر أو تخلوها نص سنتيمتر ماكو مشكلة بعدها موافق راح يصير عندنا المقاس الكرت الشخصي طبعا راح نشتغل اول فكرة ان شاء الله احنا اليوم راح نشتغلنا جمعة افكار اول فكرة راح نبلش بيها طبعا من ادراج اشكال نختار هذا الشكل ونحاول نرسم شريط بهالمقاس ومثل ما تعلمنا من تنسيق تعبئة الشكل نختار هذا اللون اللي هو الرمادي فاتح ومن المخطط التفصيلي نختار بلا مخطط تفصيلي ونحاول ان الشكل يكون يعني على ارتفاع الكرت طبعا نحدد الشكل الشكل نحدده ونروح من الصفحة الرئيسية نسخ لاسق طبعا نلصق الشكل اكثر من مرة نلصق الشكل اكثر من مرة ونضغط على المفتاح shift ونحدد الاشكال طبعا نبقى ضغطين على المفتاح shift وكليك بالماوس ونبقى نحدد بقية الاشكال الى ان نحدد كل الاشكال طبعا بعد ما نحددهن نترك مفتاح shift ونروح على تنسيق نسوي محاذات للاشكال بحيث كلها تكون متساوية من الاعلى حتى تتساوى طبعا من محاذات ننتبه انه محاذات الى الصفحة ننتبه ان الخيار لازم يكون محاذات الى الصفحة نفعله ومن ثم نرجع الى محاذات ونختار طبعا بعد ما فعلنا محاذات الى الصفحة نختار محاذات الى اعلى راح نلاحظ انه هاي الاشكال كلها راح تكون متساوية من الاعلى نلاحظ هاي المنطقة بقد فارغة ولازم نمليها حتى التصميم يكون جميل بعد ما محددين احنا هاي الاشكال بعد ما سويناها محاذات نروح على نسخ ولصق ونحاول نضيفها بهالمكان صار عندنا هذا التصميم ممكن انه شفنا هاي المنطقة بها فراغ نحدد هذا الشكل ونسخ لصق تمام الخطوة التالية من ادراج اشكال نختار هذا الشكل شكل مربع ونرسم بمنتصف الكرت هذا الشكل طبعا نحاول يكون مقاسه اكثر عرضا من الكرت من مقاس الكرت ونروح من تعبئة الشكل نختار مثلا هذا اللون اللي هو التركوازي او الفيروزي ونرجع من تعبئة الشكل نختار مزيد من الالوان ونحاول هذا اللون شوية نمطي تغميق نحاول نغمغ هذا اللون مثلا بهالنسبة وبعدها موافق ونروح على المخطط التفصيلي الوان ونختار الوان اضافية ونختار مثلا هذا اللون الوردي مثلا هذا اللون الوردي تمام اصبح عندنا هذا الكرت بهذا الشكل طبعا ممكن انه نوسع ارتفاع الشكل المربع حتى يكون بمنتصف الكرت طبعا الخطوة التالية هي ادراج المعلومات هذه المعلومات طبعا انا اضفتها اختصارا للوقت اضفتها بشكل جاهز طبعا مثل ما تعلمنا بدرس انشاء سيرة ذاتية هذه مجموعة صور موجودة بالموقع واتعلمنا منين نجيبها او نقدر ننزلها على شكل ايكونات او صور مفرغة بواسطة جوجل طبعا هذه المعلومات ممكن نوضحها بالكرت اللي هو البردي الالكتروني صفحة الفيسبوك اذا اكو موقع الالكتروني وارقام الهواتف ممكن انضيف عنوان طبعا هذا الشكل ايضا انا نزلته من الانترنت يدل على العنوان او يدل على الموقع واروح اضيف مربع ناس مثلا من مربع ناس رسم مربع ناس واكتب مثلا العراق كربلاء ممكن مثل ما تعلمنا من تعبئة الشكل بلا تعبئة ومن المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي وممكن ان يكون اللون الخط اذير وممكن هذا الشكل يتوسط النص ممكن نمطي بولد وفي هالمكان نكتب الاسم يعني سواء اسم المؤسسة او اذا كان الكرت الشخصي نكتب اسمنا مثلا انا راح اكتب عالم بها الاحترافي كمثال طبعا من رسم مربع ناس واكتب عالم وطبعا اكيد نلغي التعبئة ونلغي المخطط التفصيلي ونكبر حجم الخط بولد توسيط ممكن لون الخط مطي باللون الوردي ممكن اذا شفنا هذا اللون الوردي فاتح ممكن انه نغمق شوية ممكن يكون باللون ممكن يكون باللون ممكن يكون باللون الخلفية بالاسفل وأني أفضل يكون بلون الوردي بلون هذا الشريط أو ممكن يكون أغمق شوية ممكن هذا اللون جميل جدا موافق وطبعا هذا العنوان وممكن هنا نخلي شعار يعني أنا مثلا راح أضيف الشعار الخاص بي طبعا ممكن هنا على اليمين نضيف الشعار أو ممكن الشعار يكون على اليسار والاسم يكون على اليمين طبعا هذا تصميم جميل وأنيق وبنفس الوقت بالتفاصيل المعلومات الشخصية